السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي وما أحدث هواتف شركة ناثنج في السوق السعودي معايا اليوم هاتف ناثنج 2A جهاز لطيف من الفئة المتوسطة ذات المميزات العالية أو الأعلى من الفئة المتوسطة بشوية إن شاء الله حنشوف تفاصيل الجهاز ومراجعة شاملة وبلاش نطول عليكم وخلاونا نبدأ الفيديو مع بعضنا طيب يا شباب نبدأ مع بعض ونقول بسم الله هذه هي علبة الهاتف هاتف ناثنج 2A خلا نشوف المحتويات مع بعض داخل العلبة عندنا دليل التعليمات والبدء السريع دبوز درجة شريحة وجاي كذا بشكل لطيف جدا صراحة عجبني يعني ما شفت زيه قبل كذا وعندنا كيابل الشاحن تايب سي تو تايب سي وجاي برضو بحركة لطيفة كذا تحسه مميز عن بقية كيابل التايب سي ومكتوب هنا ناثنج ما يعرف إن كانت واضحة أو لا على المكان الشفاف اللي هنا فقط لا غير عندنا رسالة ترحيبية وإلكمتوا ناثنج فلا يوجد في محتويات العلبة رأس الشاحن وعليك شراءه بشكل منفصل أكثر شيء يعجبني في شركة ناثنج هي التصاميم يعني يفكروا قرج الصندوق عندنا تصميم جميل جدا هذا هو التو اي وهذا الجهاز الرائد والفلاكشب من عندنا ثنج فجهاز التو اي اللي معايا اليوم هو من الفئة المتوسطة ولكن بمواصفات عالية فخلينا نتعرف عليه ونبدأ بالتصميم الجميل باللون الأبيض والوزن الخفيف وزن الجهاز تقريبا 190 جرام بسماكة 8.55 عندنا من اليمين زر التشغيل والإيقاف من اليسار عندنا زر التحكم برفع وخفة الصوت من الأسفل عندنا مفذ الشاحن تايب سي بالإضافة إلى درجة شريحتين 5G بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو مع مقاومة الماء والغبار بمعيار IP54 كذلك مميزات التصميم هذه الإضاءات الخلفية تيجي بهذا الشكل عند الإشعارات أو عند صدور مكالمة أو تقدر تخصصها أنت على كيفك فمن الإعدادات تقدر تخصصها وأيضا لها تطبيق تقدر تسوي أشياء كثير تنشئ طريقة حركة هذه اللمبات ففي عدة أنماط من خلال التطبيق تقدر تغيرها بهذا الشكل يتميز الجهاز بشاشة أموليد بمقاس 6.7 بوصة وبدقة 2412 في 1084 بيكسل تدعم هذه الشاشة أكثر من مليار لون مع معدل تحديث تكيفي من 30 ل120 هيرتز وباللمس توصل لـ 240 هيرتز وأيضا يتميز بمعدل التعتيم 2160 هيرتز وهذا حينفع بكل تأكيد في الأماكن ضعيفة أو منعدمة الإضاءة كذلك عندنا معدل السطوع يصل لـ 1300 شمعة شاشة مسطحة تتميز بطبقة حماية كورنغ غوريلا غلاس 5 وأكثر شيء عجبني في الشاشة صراحة الألوان ودقة الألوان يعني شيء رهيب جدا في هذه الشاشة والأمولة فيها يعني بيعطيك الأسود أسود تماما والألوان تحسها كذا يعني شيء رهيب أيضا الشاشة مدمج فيها مستشعر بصمة الأصبع سريع الاستجابة أما بالنسبة للعتاد فالجهاز مزود بمعالج بميديا تيك وهو الدايمون سيتي 7200 برو بمعمارية 4 نانو مع ذاكر عشوائية 12 جيجا رام تقدر تزودها 8 جيجا ضافية ليصبح المجموع 20 جيجا رام مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت أيضا الجهاز يتميز بنظام تبريد سائل متقدم فلما تضغط على الجهاز أثناء اللعب أو التصوير بتسمح غرفة البخار بتبديد الحرارة بشكل أسرع كذلك يعمل بنظام أندوريد 14 مع واجهة Nothing OS 2.5.3 هذه الواجهة شبه 5 مع إضافات ولمسات بسيطة من Nothing زي الثيم المعروف من Nothing وتقدر تغيره يدعم البلوتوث 5.3 ويدعم الواي فاي 6 كذلك يدعم تقنة NFC للدفع مزود ببطارية 5000 ميلي إمبير وتدعم الشاحن 45 واط طيب لو عندك شاحن 45 واط تقدر تشحن الهاتف من 0 إلى 100% فقط في 59 دقيقة ومن 0 إلى 50% في 23 دقيقة ومن تصف الشاشة بالأعلى توجد الكاميرا الأمامية كاميرا السيلفي 32 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 ومن الخلف الكاميرا الخلفية تيجي ثنائية الأساسية 50 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.88 والعدسة الخاصة بالزاوية الواسعة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 تقدر تصور فيديو من خلال هذه الكاميرا بدقة 4K 30 إطار بالثانية فتحة عدسة 2.5 ميجابيكسل كما رأينا مع بعض المراجعة الشاملة لهذا الهاتف تتميز شركة ناثنج من وجهة نظري أو حسب التجربة أن الأندرويد اللي عليها شبه خم كأنك بتستخدم أحد هواتف بيكسل يعني النظام سلس جدا 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 نظافات ناثنج فيه شي بسيط فأنت بتستمتع حرفيا بتجربة الأندرويد الهاتف يدعم تحديثات أندرويد ثلاث سنوات وتحديثات الأمان أربع سنوات بعض الملاحظات على الهاتف ممكن تكون تفرق معا الهاتف لا يدعم الشريحة المدمجة E-SIM لا يوجد فيه منفذ الثلاث ونص لللي يحتاجه إلى الآن أيضا لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية وأيضا لا يدعم الشحن الأسلكي فهذه هي اللي أشوفها النواقص اللي في الجهاز لو أنت مهتم في أحد هذه النواقص فالجهاز ما يلزمك غير كده صراحة جهاز رائع جهاز جميل تجربة حلوة لو أنت حابب تقتني الجهاز روابط الشراء بتكون بصندوق الوصف أسفل الفيديو أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات بكذا كنت معاكم نهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسوا من الياك سبسكرايب في القناة في أمان الله